أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والبرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما نذر آباؤهم فهو غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقار فهن إلى الأذقار فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أأذرتهم من لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونتد ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تتذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تعاتوا لنرجمنكم لإن لم تعاتوا لنرجمنكم وليغسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرحون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم بتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من ذوني آلهة إن يردني الرحمن بضبط لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أغزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزدون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها ججنات من نصيل وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وما من قويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواجة لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلنون وآية لهم الليل نسلق منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقه النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذغريتهم في الفلك المشحون وحلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاش نغرقهم فلا صريح لهم ولا ينقدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمهم إن أنتم إلا في صلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تقصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا من الأجداد إلى ربهم ينسدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدتها فإذا من جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلون نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في صلال ألا الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام طولا من رب الرحيم وانتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عددكم مبين وأن عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعجلهم فاستبعوا السرط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يجعون ومن عمرون نكسه في القلب فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبطي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليعذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خرقنا لهم مما عملت أيدي لا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رطوبهم ومنها يقتلون ولم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك طولهم إنا نعلم ما يسترون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ونيرمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل لا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لوقن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم